شابتر واحد مطر اند ميجرمنتس المادة والقياسات ومع المحاضرة الخامسة ومحاولة فهم الفرق بين الكمباوند والمكتشر الخليط والمركب المكتشرز المخاليط المخاليط بتحتوي على اكتر من مادة نقية مكتشرز كونتينز تو اور مور بيور سابستانس اتش وان كل مادة فيهم بتحتفظ بخواص بتاعتها الكيميائية ريتين اتس كيميكال ايدنتيتي المخاليط بتتقسم الى نوعين النوع الاول بنسميه الهوموجينيس او المخلوط المتجانس وده بنقول انه هو يونيفورم مكتشر طب اليونيفورم مكتشر ده الخاصائص بتاعته ايه؟ بيكون هاف وان فيز انلي عنده فيز واحد بس يعني هو عنده حالة واحدة من حالات المادة اللي قلنا عليها سواء كان جاز سواء كان ليكود سواء كان صولد هاف زا سيم كيميكال كومبوزيشن اند بروبرتس رو اوت وعنده كمان نفس التركيب الكيميائي ونفس الخواص في كل جزء من اجزاء الخليط كان نوب بيسين اندر باورفول مايكروسكوب يعني احنا ما بنقدرش نميز بين محتويات الخليط ده حتى تحت المايكروسكوب القوي زي ايه؟ زي الهوى؟ زي الجازولين؟ زي ماء البحر؟ زي الألوي؟ زي السبيكة؟ طيب ننقل على النوع الثاني من الميكتشارز اللي هما الهتيروجينياز ميكتشارز المخليط الغير متجنسة او النون يونيفورم ميكتشارز ودي بنقول فيها او الخصائص بتاعتها ان الميكتشارز وز وان اور مور زان وان فيز انا عندي هنا اكتر من حالة من حالات المادة يعني ألائي صلب مع سائل او ألائي صلب مع غاز او ألائي غاز مع سائل وهكذا it is non uniform هو ما هواش المخلوط ده ما هواش منتظم and does not have the same properties thrown out وما عندوش نفس الخواص في كل أنحاء الخليط can be easily distinguished احنا بنقدر بسهولة نميز الخليط الغير متجانس ده بالعين او بالمايكروسكوب طيب زي ايه؟ sand and salt لو عندي خليط مكون من الملح والرمل بقدر اميز الملح وميز الرمل عندي خليط مكون من بودرة التبشير او التبشير البودر اللي موجود فيه المية برضو بنقدر نميز التبشير وبنقدر نميز المية وبنسمي ده امثلة لمخاليط غير متجانسة طيب هل انا عندي طرق اقدر افصل بيها المخاليط الغير متجانسة دي؟ عندنا عندي طريقة الفلتريشن اللي هي طريقة الترشيح وعندي طريقة الدستيليشن اللي هي طريقة التقطير لو عندنا على سبيل المثال ماء البحر وخدنا معاه كمان شوية رمل لكده من على الشط بقى عندي خليط غير متجانس مكون من ماء بحر ومكون من رمل لو عملنا فلتريشن على ورق الترشيح هقدر افصل الرمل عن الماء البحر وبعدين لو خدنا ماء البحر بعد كده عملنا له دستيليشن عملنا له تقطير بقدر افصل الملح عن الماء النقي طيب خلينا ناخد شوية امثلة نعرف بيها او نقرب شوية الفكرة بتاعة المخاليط المتجانسة والغير متجانسة لازهنة لو قلتلك قولي الحبر الحبر ده خليط متجانس ولا غير متجانس الحبر ده خليط متجانس لو خدنا الفروت صلاة لو خدنا طبق كده مليان خضار مشكل الخضار ده فكهة مشكلة الفكهة دي بتبقى خليط غير متجانس لو خدنا كوباية الشاي اللي مكونة من سكر وماء وشاي التلاتة دول موجودين في فيز واحد والتلاتة دول بيعتبروا مثال لهموجينيس ميكتشر خليط متجانس